اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية توريزا مي الجمعة انها ستشكل حكومة جديدة تقود عملية انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي اغمى ان حزبها قد خسر الغالبية المطلقة بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وكانت مي تتحدث في ختام رقاء قصير عقدته مع الملكة اليزابيث الثانية التي طلبت منها رسميا تفويضا بتشكيل حكومة جديدة اعلنت الشرطة البريطانية الجمعة ان رجلا يحمل سكينا يحتجز موظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في نيو كاسل شمال شرقي انجلترا وقالت الشرطة في بيان لها ان هناك مفاوضين مختصين في المكان لمحاولة حل القضية مشيرة الى انه لم ترد معلومات بوقوع اصابات قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انوار جرغاش في تغريدة له على تويتر ان التصعيد الكبير المربك والمرتبك من دولة شقيقة وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين فصل جديد مأسوي وهزلي وقال الوزير الاماراتي ان الهروب الى الامام وطلب الحماية الخارجية لا يمثلان حلا وخلص جرغاش الى القول ان هذه الدولة ترى خلاصها الان في الدعم الخارجي بعدما تدخلت في شؤون العرب مقوضة عن استقرارهم هاجمت هيئة تحرير الشام مقر لكتائب تابعة للجيش السوري الحر في مدينة معارة النعمان في ريف ادلب وقال مراسلنا ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين اسفرت عن قتلى وجرحة بعد ان سير مقاتل النصر رتلا الى معارة النعمان بهدف اعتقال افراد يتبعون للفرقة الثالث عشر واكد مراسلنا ان اهالي معارة النعمان خرجوا في تظاهرية للتنديد بالهجوم الذي استهدف مقار للجيش الحر وللمطالبة باسقاط الجولان لكنها قوبلت بالرصاص ذكرت مصادر امنية عراقية ان انتحاريا انفجر حزامه الناسف في سوق شرقي مدينة كربلاء الجمعة مما اسفر عن قتل ثلاثين على الاقل واصابة خمسة وثلاثين اخرين واعلنت وسائل اعلام تابعة لداعش مسئولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة لمسيب اعتقل تسعة اشخاص على صلة بتنظيم داعش في ايران بعد اعتداءة الاربعاء في طهران كما اعلن موقع ميزان اونلاين الالكتروني المقرب من السلطة القضائية الجمعة وقال الموقع ان سبعة من الموقفين اعتقلوا خلال عملية نفذت مساء الخميس في محافظة فارس واثنين اخرين صباح الجمعة في محافظة كارمانشا قرب الحدود مع العراق الى اللقاء اشتركوا في القناة